نروح لأخبارنا ويمكن زي ما انت قلت كابتن هاني النهاردة يمكن منتخب الشباب وأزمته في مشاركته طبعا في دورة شمال أفراقيا المؤهلة لنهايات كأس الأمم الأفراقية السنة اللي جاي في موريتانيا مستمرة مستمرة خاصة بعد النهاردة ما رفض الكاف أنه يأجل المباراة دي مباراة منتخب مصر للشباب مع ليبيا اللي كانت مقررة النهاردة أو تتلعب الظهر للتحدي الأفريقي الكرة القدم اعتبر أن منتخب مصر مهزوم 3-0 طبعا بنقول الخبر ده وإحنا يعني حاجة تحزن الحقيقة وشيء مؤسف جدا بعد سنتين عامين تقريبا نحن بنتكلم عن استعدادات جدة من المنتخب تحت قيادة طبعا مدربه الخلوق جدا واللي عنده ضمير جدا كابتن ربيع ياسين ربنا يشفيه ويقومه بالسلامة لولاده ومحبيه منتخب مصر زي ما احنا يمكن كنا هنا بنتكلم مع حضراتكم مباراة في الانترو أنه عدد كبير جدا من اللعيبة وصل ل 17 لعب تقريبا مصاب النهاردة بفيروس كورونا من مباراة بس وكان في طلب من مصر الحقيقة أنه المباراة دي تتأجل وده ما حصلش وتم رفض الطلب ده طلب منتخب مصر وتوجه النهاردة بالفعل الدور الملعب المباراة المنتخب توجه ب14 لعب بس هم دول اللي سلام وجاهزين أنهم يلعبوا الماتش لكن ما عندهمش كورونا فالمباراة تم تأجلها يمكن نص ساعة أفتكر يعني كان فيه نص ساعة كده شد وجذب في انتظار أنه الكاف يرد كلها محاولات من جانب مصر هنا علشان المباراة تتأجل لكن طبعا في النهاية ده ما حصلش وللأسف مرة أخرى ولتحاد الأفريقي اعتبر منتخب مصر للشباب يعني مهزوم قدام ليبيا 3-0 ده كل ده وفقا للليحة احنا بنتكلم النهاردة على ليحة في ظل ظروف استثنائية ظروف جائحة كورونا علشان قيمة المباراة طبعا كانت أقل من العدد المطلوب اللي بيسمح بأقامة المباراة وهو زي ما قولنا برضو مباراة 11 لاعب و4 بودلة بس طبعا كل المصر راحت بيهم النهاردة الملعب كانوا 11 وتلاتة لعيبة ومنهم اتنين حراس مرمى كابتن مين